كما يوصل مهرجان العالمين الجديدة تنفيذ الفعاليات المختلفة ما بين فنية ورياضية وترفيهية وفي هذا الإطار اختتمت منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وتوج فريق القادسي الكويتي بالميدالية الدهبية أمام فريق إمام المتقين العرقي والذي حصل على الميدالية الفضية وتميزت البطولة بالأجواء المشرفة المبهرة بجانب الصالة العالمية والتي تقام عليها المنافسات كل هذا بالإضافة إلى أقامة المنافسات بجوار الشواطئ والذي نتج عنه مشهد رياضي سياحي مهيب